إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا ويضد المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحوهما معا بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسروهما معا لذلك هذه الحلقات إن شاء الله تتمحور حول الأحاديث القدسية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الإخوة الأحباب لا زلنا في الأحاديث القدسية وحديث اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون هذا الحديث حث فيه النبي الكريم على الترغيب في المحافظة على صلاة الصبح والعصر يبدو أن هذين الوقتين محرجان لأنهما وقت نوم الصبح وقت نوم والعصر وقت نوم وقت القيلولة فمن يحافظ على وقتين الفجر والعصر فهذا من حفاظه على دينه ومن حفاظه على علاقته بربه لصلاة الفجر في الإسلام مكان عظيم فهي من أهم الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى فصلاة الفجر تظهر قرب المسلم من خالقه حين يقوم وينهض من نومه في وقت الفجر فيقوم ويتوضأ ويخرج في هذا الوقت في ظلمة الليل متجاوزا برد الشتاء وحر الصيف ليطيع الله تعالى وليقوم بما أمره رب العزة تبارك وتعالى من صلاة الفجر وقد قال الحبيب المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة لذلك يقول النبي الكريم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الصبح والعصر أي من حافظ عليه ما دخل الجنة وقال النبي الكريم أيضا لن يلجى النار أحد صلى قبل طروع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر الوقتان حرجان والإنسان يميل فيهما إلى النوم ودائما وأبدا التكليف مناقض لطبع الإنسان وهذا التناقض هو ثمن الجنة ثمن الجنة أن التكليف يناقض الطبع الطبع أن تنام والتكليف أن تستيقظ لصلاة الفجر الطبع أن تنام بعد الظهر نوما مديدا والتكليف أن تصلي العصر في وقته لذلك قال النبي الكريم من صلى الصبح فهو في ذمة الله نعم إنها ذمة الله ليس ذمة ملك من ملوك الدنيا إنها ذمة ملك الملوك ورب الأرباب وخالق الأرض والسماوات ومن فيها ومن وصف نفسه فقال والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ذمة الله التي تحيط بالمؤمن بالحماية له في نفسه وولده ودينه وسائل أمره فيحس بالطبعنينة في كنف الله وعهده وأمانه في الدنيا والآخرة يشعر أن عين الله ترعاه وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان أنت كيف إذا الإنسان له علاقة بالدولة أو بجهة قوية تتهيب أن تؤذيه لأنك تعلم أن الدولة كلها وراءه أليس كذلك هذا شيء طبيعي في كل البلاد الإنسان يمثل الدولة لن تستطيع أن تتطاول عليه أو أن تؤذيه أو أن تضربه معنى ذلك أن هناك أشد العقوبات تنزل بك ما من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله أنت صرت محسوبا على الله ما دمت تصلي الفجر في المسجد فمحسوب على الله إذا واحد محسوب على جهة قوية يحتمي بها وقال النبي الكريم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بأجر الفريضة الله أكبر سيكون أعظم وأشمل الرزق والبركة لمن صلى الفجر في جماعة هذا الوقت وقت البركة في الرزق النبي الكريم قال اللهم بارك لأمة في بكورها وقال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله للصلاة عموما فضل وأجر كبير وعظيم فهي تنهى العبد والإنسان المسلم عن الفحشاء والمنكر والآثام الكبيرة بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجب على كل إنسان مسلم أن يحافظ على جميع الصلوات المكتوبة التي أمر الله بها ولصلاة الصبح أو الفجر خصوصا أجر وفضل ومناقب عظيمة جليلة وفيما يلي بيان لفضل وأجر هذه المناقب هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها وذلك لعظم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هي النور التام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة فقد جاء عن النبي الكريم أنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته فقد روي عن النبي الكريم أنه قال من صلى الصبح فهو في ظمة الله هي سبب من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم هي سبب من أسباب النجاة من النار والتزامه فيه البشارة بدخول الجنة فقد ورد عن النبي الكريم أنه قال من صلى البردين دخل الجنة والمقصود بالبردين هنا صلاتاء الصبح صلاة الفجر في جماعة فيه براءة من النفاق روي عن رسول الله الكريم أنه قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صلاة الفجر تعدل عند الله تعالى قيام الليل فقد ورد عن النبي الكريم أنه قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وعد الله لمن يصلي الفجر بأنه يرى ربه سبحانه وتعالى قال النبي الكريم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طروع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر فالمؤمن المحافظ على صلاة الفجر سيحظى بنعمة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى شهود الملائكة والثناء على من صلى الفجر حاضرا قال النبي الكريم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر البعض يسأل كيف نحافظ على صلاة الفجر في وقتها الناحية الأولى هي ناحية علمية أن يعلم المسلم عظمة ما كانت هذه الصلاة صلاة الفجر كما ذكرنا من قبل الناحية الثانية ناحية عملية أن يعلم المسلم خطورة ترك هذه الصلاة الخطورة كبيرة جدا من حديث النبي الكريم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء الآخرة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وأما الجانب العملي للمحافظة على صلاة الفجر فإن هناك عدة خطوات يمكن للمسلم إذا اتبعها أن يزداد اعتياذا ومواظبة على صلاة الفجر مع الجماعة فمن ذلك التبكير في النوم والحرص على الطهارة وقراءة الأذكار قبل النوم فإنهما تعين على القيام لصلاة الفجر صدق النية والعزيمة عند النوم على القيام لصلاة الفجر ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ مباشرة ولا بد من الاستعانة على القيام لصلاة بالأهل أيضا أن يدعو العبد ربه أن يوفقه للاستيقاظ لأداء صلاة الفجر مع الجماعة فإن الدعاء من أكبر وأعظم أسباب النجاح والتوفيق بكل شيء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين